إيدينا الكرام في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد بصحبتكم في تغطية إخبارية جديدة من مباشر 24 أقدمها لحضراتكم أنا رائد حاكم فأهلا بكم عصفة زلازل قوية دربت الأرض بلا هوادة خلال الثمانين وأربعين ساعة الماضية وذلك بعد توقعات العالم الهولندي الذي حذر من هندسة كوكبية حيث حذر من أيام منتصف يونيوم فاهتزت الأرض في فرنسا وفي المحيط الهادئ وفي شرق المتوسط شرقا وغربا فماذا حدث للأرض خلال الساعات الماضية؟ لنذهب للتفاصيل عصفة زلزالية ضخمة تشبه ما حدث للأرض بعد الزلزال التركي المدمر دربت الأرض وشعر بها سكان العالم شرقا وغربا سبق وأنحذر منها العالم الهولندي فرانك هوغر بيتس ولكن لم يقتنع أحد فمثلما حذر من الزلزال التركي المدمر سبق وأنحذر العالم من زلزال منتصف يونيو وذلك في فيديو عرضه عبر مركز التنبؤات الخاص به والمعروف باسم معهد أبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي لسيما اليوم السادس عشر حيث أكد أنه توجد هندسة كوكبية بين الشمس وكوكبي عطارد ونبت قد تتسبب في زلزال ضخم يهدد القشرة الأرضية لافتا إلى أنه مع هذا المزيج القوي من الممكن أن نرى حدثا زلزاليا كبيرا خلال الساعات القادمة ولكن هذا يعتمد إلى حد كبير على حالة القشرة الأرضية ومدى الإجهاد الذي سوف تتعرض له ويبدو أن تابعات ما حذر منه العالم الهولندي اليوم السادس عشر تتواصل اليوم إذ اهتزت الأرض في الفلبين وتركيا ومملكة تونجا حتى أن الهزات الأرضية ضربت نفس البقعة أكثر من مرة خلال ساعات متتالية فيما اتضربت بالأمس فرنسا لأول مرة منذ سنوات طويلة بهذه القوة حيث شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا بزلزال هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس رختر وعلى عمق 5 كيلومترات وتسبب بأضرار مادية في المنطقة وذلك وفقا للشبكة الفرنسية لرصد الزلازل ريناس اعتسببت هذه الزلازل المتتالية خلال الساعات الماضية في قلق كبير لدى المتابعين بالإضافة إلى سكان الدول التي شعرت بالزلازل حيث انسحبت الأرض من تحت أقدام سكانها وتراقصت البنايات وشعر وكأنها الليلة الأخيرة حيث لن تضرب الأرض زلازل بهذه الكثافة الضخمة منذ الزلزال التركي المدمر الذي ضرب الأرض في السادس من فبراير الماضي ليشعر البعض بأن القشرة الأرضية تتجهز لحدث ضخم قد يؤدي إلى أزمة كبيرة وأن فوران بوركان ماينو في الفلبين والتي لم تتوقف فيها الهزات الأرضية ما هو إلا بداية للقادم لا سيما في الدول التي اتقع على حزام النار الذي يعد أخطر الأحزمة الزلزالية حيث توصلت الهزات الأرضية في بعض الدول التي اتقع على حزام النار سواء في الفلبين أو المحيط الهادئ أو مملكة تونجا حتى الولايات المتحدة الأمريكية لتكون تلك الزلازل هي الحلقة الأخيرة من طاقعات صحيحة قام بها العالم الهولندي الذي كسب شهرته الواسعة من تحذيره السابق لزلزال تركيا المدمر في السادس من فبراير الماضي الذي تسبب في رحيل الآلاف وخسائر مدية ضخمة حيث لم يستمع إليه أحد ولم تأخذ أي من الدول حذرها ولا المواطنين ليضربهم الزلزال على حين غره فهل يجب علينا أن نصدق العالم الهولندي؟ مشاهدين الكرام ومع هذا التساؤل نصل إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية من قناتكم مباشر 24 نشكر لحضراتكم طيب المتابعة على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحقة سعدت وشرفت بالتواجد معكم أنا رائد حاكم دمتم في حفظ الله وأمنه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر